عندها ولاد عاوزين يتعلموا كل واحد ياخد مبلغ معين للتعليم لو هم محتاجين ده في انفصال عن الزوج نكونش في حاجة لدعم الزوج بقى لكم المقدمة دي للجاية في عندنا الفقرة اللي جاية طبعا برضو من ضمن الحاجات الكوميديا في خبر واحد زوجته حامل فعمل لها بعض الصور منزلتوش صور بتاعتنا الجزيرة لي يا جماعة لو عيب بلاش تنزلوها بلاش تنزلوها دايب بلاش كده عاوزين الصور بتاعت الاحتفال احتفل بزوجته الحامل بنقولهم ان شاء الله يتم المولودة على خير لكن بقى تم التفسير وزا متجوزها والست مش عارف ايه و ايه و ايه جنان السوشيال ميديا هيدخلنا في سكك كتيرة جدا ارجوكم نصيحة يعني لو حد عنده موضوع زي دا يعني ايه نرجو الحفاظ على الاسرة والعين والحسد الحسد مذكور في القرآن فالحاجات دي بتبقى ليها جوانب تانية دا الراجل احتفل بنزوجته حامل الناس قالك دا متجوز عروسة حامل التفسيرات كتيرة ايه الجنان بتاع سوشيال ميديا دا عاوزين نهدى ونشوف حاجات نتكلم فيها تاخد تفكيرنا اكتر من كده ولا ايه قبل ما نخش على بقية الفقرات طبعا انا بأجل بعض الحاجات الراجل اللي في الاهلية عشان كده بقالوكم موضوع الاهلية في كستين تم القبض على الراجل من نبروه نبروه ليه يا اصدقاء كسرين هناك ناس محترمة وطجار وشاطرين ريل اختلف مع زوجته فمش عارف ايه جاب البنت جيبوا بعض الشرطات يا جماعة وجيبوا صورة المتهم والفيديو نزل بقى من مبارح لقيت الناس بتبعتلي ولقيت الفيسبوك كله مقلوب عن الراجل عاوز يحرق بنته وقلعها الهدوم وعاوز يولع فيها ويعمل اهو هذا الشخص المريض وبعدين اخر حاجة قالها ان هو بيشك في زوجته وفي بعض الفيديوهات المخلة ليها تم تروح تبلغ ايه ايه يعني وكمان بعد مروض سنتين للطفلة دي اللي زال امر بقولك هو مش معترف بيها مش مسجلها باسمه اه ما تكملش الفيديو ده عاوزين صورة المتهم وصورة الطفلة الموجودة معنا اه عاوز اقول للناس دي طريق التفكير انت مختلف مع زوجتك مش معترف بيها ما تروح تطلق ولا تعمل وتنيل مش مش كشك في البنت ما تروح تحلل دي ان ايه ايه الثقافة ايه ده ولا اللي احنا فيها دي دي صورة الطفلة اللي زال امر اللي ظلمت من اب موطور اه اب محتاج اه اه